اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس إنريكي يفاجئ حكيمي ومبابي بتصريح خاص أشهد لويس إنريكي مدرب فريق باريسان جرمان لكرة القدم بالدولة المغربية أشرف حكيمية والفرنسي كيليان بابي النجمي النادي الباريسية وقال المتحدث نفسه في مقابلة عبر قناة أمازون برايم فيديو معجب كثيرا بحكيمي خاصة وأنه لاعب هجومي ويحب الدفاع بشراصة إنه لاعب مثالي وأضف مدرب سانجرمان كما أنه لدى حكيمي بعض الأمور التي يجب تحسنها وأنا أحاول دائما تنبيهها وأطلب منه أن يكون طمحا في حين أكد إنريكي أن علاقته جيدة مع كيليان بابي مضيفا أن اللاعب مثله يرغب دائما في خوض تحديات جديدة وخوض كل المباريات والفوز بالألقاب والتسجيل الأهداف بلغ عجل وليد راقراكي يعلنها على نجم المنتخب المغرب 17 سنة ويقرر ضمه إلى الفريق الأول ترك محمد حموني موهبة لهافر الفرنسي بصمته مع منتخب المغرب تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم للناشئين المقام حاليا في أندونيسيا وستعى اسم الحموني مع منتخب أشبال الأطلس منذ بطولة كأس أمم أفريقيا في الجزائر قبل أن يبرز بشكل لافت للأنظار لمتابع من ضيال النشئين بسرعة وفنياته العالية ما جعله محط أنظار أندية أوروبية عملاقة ووفقا لموقع سوفاكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات فإن اللاعب حموني بصم على حصيلة مميزة في أربع مباريات خاضها برفقة منتخب المغرب تحت 17 سنة حيث سجل هدف واحد واختير أفضل لعب في مباراة بانما كما اعتبر الأكثر بين زملائه تسديدا على المرمى وصناعة للأهدف وأيضا نجحا في المراوغات والأعلى تقييما في منتخب المغرب بمعدل 7.75 ووفقا لذلك بات صاحب السبعة عشر سنة مطلوبا في صفوف أندية أوروبية عملاقة من أبرزها دورتموند والشوتغارت الألمانيين وأولمبيك ليون الفرنسي إضافة إلى أيكس مستردام الهولندي وفي هذا الإطار كشف مصدره من الجهاز التدريبي لمنتخب أصود الأطلس حسب موقع العربي الجديد أن المدرب وليد راقراكي تابع اللاعب حموني في منضيال الناشئين في أندونيسيا إذ أعجب بمستوياته الفنية والبدنية وقوة شخصيتها وتابع المصدر نفسه أن المدرب وليد راقراكي يعتبر اللاعب محمد حموني إضافة للمنتخب المغربي الأول شرط الحفاظ على مستواه الحالي وحول حضوظ اللاعب حموني في الانضمام إلى كتيبة المدرب لليد راقراكي أكد أن كل شيء وارد في كرة القدم قبل أن يضيفه أظن أن اللاعب حموني مازال صغيرا ويحتاج إلى المزيد من النوج والتأطير حتى يكون في مستوى اللاعبين الذين يلعبون في مركزه الحالي نحن نتابع هذا اللاعب الواعد إنه موهوب وينتظره مستقبل كبير مع منتخب أصود الأطلس وما عليه سوى العمل والمتبر حتى ينال فرصته عاجلا خبر صادم لوليد راقراكي الإصابة تضرب لاعب المنتخب وإمكانية غيابه عن أمم إفاقية تعرض الوفد الجديد على الصف في المنتخب المغربي سوفيان ديوب لإصابة مؤثرة خلال مباراة فريق نيس ضد تولوس في الجولة الثالثة عشر من الدور الفرنسي والتي أقيمت يوم أمس الأحد واترك ديوب أرض الملعب بين شوطع المباراة بالسبب الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى وفي ختام المباراة أعرب مدارب فريق نيس عن قلقه من جدية إصابة ديوب قائلا نرى أن إصابته قد تكون خطيرة جدا نظرا للألم الذي شعر بها قمت بالتحدث لفترة قصيرة مع الطبيب وسنقوم بإجراء فحصات دقيقة خلال 48 ساعتنا القادمة للتحديد طبيعة الإصابة يذكر أن سوفيان ديوب كان قد انضم إلى المنتخب المغربي مؤخرا حيث تشارك في المعسكر الأخير مؤكدا تفاني في خدمة المنتخب الوطني وتمثيل ألوان أصد الأطلس في مسيرته الدولية اختيار منتخب الوطني المغربي لكرة القدم أفضل منتخب إفريقي نظمت اتحادية الكنفدرالية الرياضي الإفريقي الأكسا بالقاهرة حفلا تم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية إفريقية من ضمنها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وجاء تكريم المنتخب الوطني لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب وطني لكرة القدم بالقارة الإفريقية نظر الإنجاز التاريخي غير المسبوقة الذي حققه أصد الأطلس خلال نهائية بطولة كأس العالم 2022 بعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور النصف النهائي وتسلم الجائزة التي قدمها وزير الشباب ورياض المصري أشرف صبحية السيد حمز الحجوي النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي تصريح لوكلة المغرب العربي للأنباء قال السيد حجوي أن تكريم المنتخب الوطني المغربي بجائزة أفضل منتخب إفريقي من طرف اتحاديات الكونفيدراليات الرياضي الإفريقية جاء عن جدرة واستحقاق على اعتبار أن المنتخب الوطني متل القارة الإفريقية في هذا المحفل الرياضي العالمي أحسن التمثيل ببلغه المركز الرابع في نهائية هذه البطولة وضف أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني خلال مونديا القطر كانت مرة للسياسة الحكيمة لصاحب الجلال الملك محمد السادس في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي وقال إن هذا التكريم يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار المكانة التي تحتلها المملكة على الصعيد الإفريقي وتوجب جوائز الأكسا أيضا كل من وزارة الشباب والرياضة المصرية كأفضل خدمة للرياضة الإفريقية والليبيري جوجوايا كنجم نجوم كرة القدم الإفريقية العالمية والسينيغاليا فاطمة سامورا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل شخصية رياضية نسائية في إفريقيا والجنوب إفريقي سامورا مصامي رئيس الاتحاد الإفريقي للسباحة كأفضل إدارة رياضية في القارة كما تم منح جائزة أفضل نادي إفريقي للأهل المصري وأفضل اتحاد إفريقي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأفضل رياضي إفريقي للسينيغالي الساديوماني وأفضل رياضي إفريقي للتونسية أنس جابر يشار إلى أن اتحادية الكونفيدرالية الرياضية الإفريقية عقدت النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفسد الرياضي في إفريقيا والذي شمل محاور عدتهم الإعلام والفسد الرياضي والسالب الوقاية من الفسد وتكنولوجيا الدكاء الإصطناعي وتطبيقاته في الرياضة والقانون والحكام للهيئة الرياضية إلى جانب عرض العديد من التجارب الناجحة للاتحادة الرياضية والتي عملت على مكافحة الفسد ومعرضا رياضي إفريقي تخللت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية وانتخاب مجلس إدارة جديد يقود اتحادية تلكم فيدرالية الإفريقية اشتركوا في القناة